إذن نفتح نقاشا حول هذه المعطيات مع ضيوفنا لهذا المساء من جبل لبنان الصحفي والمحلل السياسي سيمون أبو فاضل من واشنطن الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول ومن لندن رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية الدكتور علي نوري زادة مساء الخير لكم ضيوفي الكرام أهلا بكم في الأخبار الليلة السيد سيمون نريد أن نفهم من حضرتك إذا ما اتضحت أي تفاصيل حول هذه المعطيات الآتية من ديبلوماسيين غربيين وأي سياق نحن نتحدث فيه الآن برأي حضرتك مساء الخير تحية لك للضيوف للمشاهدين يعني في معطيات عند جهات غربية ديبلوماسية بالبنان بتقول جزء من دعوة إلى مغادرة الرعاية ليس فقط باحتمال اندلاع الحرب إنما احتمال اللجوء فريق الممانعين أزرع إيران أو مجموعة منظمات على الساحة اللبنانية تابعة لإيران إلى اعتماد عمليات قطف لمواطنين أجانب ولذيما اللي هن من دول المشاركة في التحالف اللي سيردع مثلاً إيران أو يتشر في المتوسط لذلك فيه مخاوف من هذه السياسة لأن إيران اعتمد يتمنظر انطلاق السورة الإسلامية سياسة ديبلوماسية الرهائن لإعتبرتها ناشحة للضغط على دول عند قتل إيرانيين أو عند حزة أمور إيرانية لذلك اليوم الهواجس هي انطلاقاً إلى وقائع سابقة وانطلاقاً إلى معطيات انطلاقاً إلى ما ممكن تتقدم علي إيران من خلال عدة مجموعات على الساحة اللبنانية لممارسة هذا الضغط اللي هي من طلق بحركة تصعودية في تصرفاتها السلبية والأمية في المنطقة ولبنان الساحة ممكن نتوقع في حصول عليها أي أعمال أمية أو استخباراتية أو انتقامية هذا اللي صار واضح اليوم اللي في هذا النوع من القلق الدبلوماسي نعم سيد نورمن مع وجود هكذا معطيات داخل لبنان وتداولها من جانب حتى ديبلوماسيين غربيين اليوم بحسب تجربتك في الاستخبارات المركزية كيف يتم تعاطي مع معطيات من هذا النوع كيف يمكن التحقق أو التأكد منها وكيف يتم فعلياً التواصل مع السفارات في هذا الإطار مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين إيران ووكلاءها زعلوا خطف الرهائن ركيزة من سياسة التي تنتهجها إيران منذ عام 1979 أصبحت هذه مشكلة مستمرة في العراق ولبنان وإيران نفسها السفارات لديها قدرات محدودة فهي تنشر بيانات للرعاية لتحلي بالحيطة والحذر في أوقات التوتر ومغادرة البلد وطبعاً هناك من يبقى في البلد لاعتبارات مصرية ومهنية وهؤلاء يصبحون فرصة لإيران وإدراعها وهذه الأعمال أحياناً يمكن أن تتسبب بسرعة مروعة رعينا اختطاف حزب الله للجنود الإسرائيليين في عام 2006 وهذا أدى إلى مقتل 1200 لبناني و195 إسرائيلي إذن الاختطاف رهائن هو عمل يمكن أن يؤدي إلى مآسي مروعة لشعب اللبناني دكتور علي من ناحية إيران قامت بهذا النوع من الخطف وحتى كذلك أذرع إيران بعد 79 وبوقتها كذلك حصلت على مكاسب من هذا الموضوع لم يكن هناك عواقب إنما مكاسب في كثير من الأحيان لماذا تلجأ إيران إلى هذا الأسلوب بأوقات معينة؟ هل يمكن فهم تاريخياً ما الذي أدى للوصول إلى نتيجة خطف رعاية أجانب؟ وأيضاً كيف استفادت إيران منه؟ عياتي سيدتي ولا زيوفكما والهدس ومشاهدي الهدس لقد تفزلت في خطابك وقلت إيران حصلت على مكافعات قامت بالخطف الناس العبريان ومسؤولين ورداً على أملها الإجرامي قامت ولاية المتحدة بتقديم أموال وبالإفراج عن أرسدتها المحجوزة وامتيازات أخرى مع الأصل ودائماً هذا القصة المعصاوية تتكرر انظروا إلى ما حصل إيران خطفت أكثر من مئت شخص في لبنون لقاء الإفراج عن كل منهم حصلت على امتياس إيران خطفت مواتنين إيرانيين في بيرود والإراق تم بإعدام روح الله الزم خطفوه من إراق محمد خاتمي الآن بالسجن هو من قادة المؤسسين للحرص وحناك الأشارات من الأجانب الآن في سجون إيران النظام الإيراني قتلت أكثر من سلسمياً أمریکي بين الماريز والسفارة الأمریکية وإيران قتلت الأشارات من الأجانب في لبنان و غير لبنان ورقم ظالك دائماً ابتصامه ها إصلاحيون جاؤوا يجب أن نتعامل معهم بإيجاب ولكن إمكان هناك ردًا على عمل نظام الإجرامي في بداية بعد احتجاز الدبلوماسيين للأمریکيين لما كن اليوم نتعدس ان تكرار قصة الخطف نعم هناك وحدة 420 بفيلق القدس وحدة 800 بفيلق القدس هذه الوحدات تلقت تدريبات مهمة جداً في خطف الناس في نقل الناس من بلد إلى بلد آخر في قتلهم يعني هم مجموعة من القتلة يعرفون كيف يقومون بخطف الأفراد والآن تركيز على الأمريكيين على إسرائيليين وعلى بعض مباتنين للعرب في دول التي تعتبرها إيران أدوب طيب أستاذ سيمون يعني اليوم بظل أنه الأصابع الاتهام كلها تذهب مباشرة بهذا الملف إلى إيران وإلى أذرعها بالمنطقة وخاصة بموضوع لبنان لأنه رأينا ما رأيناه بين عام 82 وعام 92 من جانب حزب الله يسأل الآن ما مصلحة حزب الله بأي تحول من طرف ما زال المجتمع الدولي يتحدث معه يعتبره يعني حتى الممثل للبنان حتى كذلك من جانب الأطراف التي تأتي إلى لبنان للزيارة ولكن بنفس الوقت ما مصلحته بأي تحول من هذا الوجه هذه الصورة إلى صورة الميليشيا التي عادت لخطف الأجانب حلينا أعطيك مثل من شهر 7-8 بتريغ 7-8 يعني أوقفت السلطات الأمريكية بباكستاني في راشنطن من خدال الـ FBI كشفته حاول أنه التحضير لعمليات اغتيال عادة قد لا يكون كمان هنا هون لست في معرض إخراج حزب الله من الموضوع قد لا يكون حتى حزب الله مباشرة عندنا ممكن منظمات فلسطينية يعني تذهب بهم إلى المخيمات شهدنا مؤخرا كميات كبيرة من العصابات التي تخطف مواطنين لبنانيين من أجل بحصول على فدية وتذهب بهم إلى عدة مناطق لا يمكن الوصول إليها رغم يعني التقدم في التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات لا ليس في معرض إخراج حزب الله أنا أقول يعني الممكن أن تكون الساحة مفتوحة إيران لديها الأزرع لديها يعني البوكالاء لديها التنفيذ على درجات متعددة لذلك قد تأتي هذه العمليات بهذه الطريقة كما حصل في عملية مثلا محاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص لذلك لا تكون لا يكون بالضرورة المواطن مثلا لسيق مباشرة بإيران إنما تكون رسالة واضحة بأن هذا الموضوع ممكن معلجته من خلال إيران أو من خلال يعني التواصل معها أعيد إن ما حصلت في أمريكا بالإلقاء القبض على الباكستاني نعم إشارة واضحة بأن إيران تقاتل بغيرها يعني لا تقدم على العملية مباشرة لو تم إلقاء القبض لو أقدم هذا مثلا الباكستاني على العملية لكان قيل أنه ربما من مجموعات من إسلامية متطرفة هذا هو الفن والعمل الأمني التي تجده إيران وذات قصرت الولايات المتحدة في مواجهته وتركتها تتمدد يعني لتتمدد في هذه الأعمال سيد نورمن أيضا السؤال اليوم استخباراتيا يعني عندما مثلا بدأت الميليشيات باليمن تهدد الملاحة البحرية قيل وقتها أن الولايات المتحدة من بعد توقف عن مواجهة القاعدة باليمن لم يعد لديها نفس مخزون المعلومات الاستخبارية التي كانت كالسابق نسأل نفس الشيء عن المناطق الأخرى التي فيها نفوذ لإيران والتي يمكن أن يكون فيها حوادث اختطاف لبنان العراق والسوريا ولبنان بشكل أساسي الآن كونه تحت المجهر بهذه الفترة هل المعلومات الاستخبارية الأمريكية كافية ويمكن فعلا أن تقوم بعمق لديها القدرة على ردع أي تطور في هذا الإطار أم لا الولايات المتحدة وشركاؤها يعملون بجد لفهم التهديدات والمشكلات التي تتسبب بها إيران ويتسبب بها وكلاؤها لو نظرت إلى الحوثيين ترين أن الطائرات الأمريكية تدمر يوميا الصواريخ الحوثية والمسيرات اللوحية قبل إطلاقها وهذا نجاح كبير لأن ذلك يمنع الحاقة الضرر بأسفن وينقذ أرواح المدنيين على متن أسفن التجارية هناك الصواريخ ومسيرات يطلقها الحوثيون وهذا يدل على بعض الفجوات في جمع المعلومات الاستخباراتية والولايات المتحدة تتعامل مع جهة فاعلة أو أذر إيران لا يكترثون بالمدنيين لو نظرنا إلى اختطاف الرهائن فهذا طبع يتسبب مليارات الدولارات من الخسائر بالنسبة للبنان ويدمر السياحة اللبنانية طبعا هذا خصم لا يكترث بشأن الاقتصاد والشعب وإنما يركز على هدفه فقط بالنسبة للحوثيين فقد أخروا ومنعوا وصول المساعدة الإنسانية للاجئين السودانيين وتسببوا الحق الضرر الكبير بالاقتصاد المصري من خلال إغلاق قناة السويس وبالتالي فإن الأمر يتعلق هنا بخصم لا يكترث حيال ما يلحق بالمدنيين في بلاده أو في أي بلدان أخرى طيب دكتور علي من الناحية الثانية أيضا نسأل هنا حتى كذلك عن إيران حاليا إيران اليوم التي تقول أن لديها رئيس إصلاحي تقول أنه هي مستعدة للحوار مع الغرب تقول أنه هي مستعدة لوقف أي شيء تجاه الأمريكيين والإسرائيليين بمجرد وقف الحرب على غزة وبالتالي هي تدافع عن قضية الفلسطينية يعني محاولة تصوير نفسها وكأن مواقفها وسطية وبنفس الوقت تحاول تحقيق العدل إلى أي مدى اليوم هناك مصلحة إيرانية كذلك بالعودة إلى بين عام 79 والتسعينيات سيدتي أولا ما يقال أن خلافات بين أجناء النظام هذا قصة مذهكة وقصة مزد عليها زمن ما خلاف السيد بزشكيان الذي يقدم نفسه إصلاحيا هو كان أكثر تشددا في موضوع انتقام من إسرائيل بسبب مقتل السيد عني يعني بزشكيان وقيرهما جميعهم جوز من خدم الولي الفقه الولي الفقه يحكم هذا البن ليس في العالم سلطانا شاها رئيسا رئيس وذراءا بسلطة خامنين لأن سلطة خامنين معخوضة من الله من إمام الزمان ولا يمكن مجادلة وتصدي وتحدي هذا السلطة وخامنين يفرس هو قرر تأسيس وحدات لخطف الأجناء وتم زاله والآن هذه الوحدات موجود لا خلاف لا شيء ومسلحة إيران تختلف عن مسلحة النظام النظام لعب بهذه اللعبة الشيطانية منذ يوم الأول ولحد الآن قائم المعارضة دمرت الآلاف منهم قتلوا اقدموا والعالم يبتسم أمام بيزيشكيان وأمام بعض أدفار النظام وأنا لا أصدق بأن هناك إصلاحية داخل أرغة السلطة سيد سيموم بالعودة إلى الموضوع الداخل اللبناني هكذا معطيات حديث ديبلوماسيين عن أن هناك خطر من خطف رعاية أجانب قبلها مع بداية الصيف بأول حزيران رأينا التحذيرات من حرب شاملة رأينا ما حصل بشهر يوليو وأيضا الكل على أعصابه الآن بشهر أغسطس هذه المعطيات إلى أي مدى يمكن القول أنه هي مقصودة لتحويل لبنان إلى جزيرة من غير المرحب فيها بأي طرف خارجي وبالنحية ثانية من أي استفادة من أي سياح من أي مصالح أخرى قد تكون موجودة هل هذا ممنهج برأيك الآن من جانب أطراف لبنانية داخلية وحزب الله بدرجة أساسية كونه المتهم الأول هنا أولا حزب الله له مصلحة أنه يكون في لبنان في فراغ للتصرف بدون أي انتقاد رغم أنه وضع ممكن تأثير عليه بالوضع التركيبة الحكومية الحالية بالوضع النظام القائم بالوضع هيمنة السلح طبعا هو يلغب فيه ابتعاد فيه إخراج الدبلوماسية أو إخراج الدول وممثليها من اللبنان هو مرتاح إذا هذا الغياب الخليجي عن الساحة اللبنانية هو مرتاح إذا هذا القلق الذي تعانيها هذه الدول وتخرج رعاياها لأنه يعتبر بأنه قادر على المفاوضة على كل نقطة في المستقبل يستفيد من هذه النقاط أنه أنا كمان أرأينا أنه هو في البلاد يستطيع أن يؤمن الاستقرار من خلال التركيبة المستقبلية أو عندما يعطى الدور لتنظيم الوضع أو عندما يعالج الوضع مع إسرائيل بأنه هو المرجع الصالح يستفيد من أي خطوة حزب الله قادر أن يستفيد من أي موقف ويجير لصالحه هذا تمكن من تحقيقه في ظل ما قلته في السابق ما طبق على تمدد إيران يطبق في لبنان على تمدد حزب الله من قبل التركيبة التي أعطته هذا الدور رغم استعماله للسلاح ضدها إلا أنه كذلك الفريق المقابل هو فريق منهك مشتت ضعيف لا يستطيع أن يضع ضوابط ورأينا أنه تفكك أكثر بعد الخلافات حول موقف فلسطين فأعيد الكلام بأن حزب الله يستفيد من أي فراغ يفاوض على عودة أي دولة لأنه أنا أستطيع أن أؤمن مثلا الاستقرار أنا أستطيع أن أترك مثلا المطار في أمان هذا تمكن من تحقيق حزب الله في ظل غياب الدولة القوية القائمة بالمعنى الصحيح سيد نورمن مع الحديث اليوم اللبناني عن أن حزب الله هو الذي يسيطر أمنيا كما إيران داخل لبنان إذا ما فعلا حصل أي اختطاف لرعاية أجانب وحزب الله تنصل من هذه العملية ولكن برزت معلومات استخبارية مثلا لدى الأمريكيين بأنه قد يكون لحزب الله يد هل هذا يعني يجعل اليوم أمريكا قادرة على التعامل مع حزب الله مباشرة مع الطرف المسؤول أمنيا أم أن موضوع الاختطاف يخضع لإعتبارات مختلفة فعليا اليوم بالنسبة للدول من الناحية التاريخية الولايات المتحدة تعاملت مع حزب الله عبر الوسطة وهذه العلاقات استخدمت عندما تم اختطاف الرهائن من قبل حزب الله في الثامنة وبعد ذلك والولايات المتحدة تتعامل أيضا مع إيران عبر الوسطة وحيانا مباشرة لممارسة الضغوط على حزب الله هذه المفاوضات هي مطولة وأقل ما تحرز نجاحا وهذا النجاح لا يتحقق إلا بعد حصول حزب الله وإيران الكثير من التنازلات يقدمها الغرب لاستعادة رعاية وهذه المشاكل ستظل قائمة ما لا يتم تصدي لفيلق القدس وقيادة حزب الله وأن معاقبة إيران في قيامها باختطاف رهائن كل عام تقريبا في كافة قارات العالم سيد نورمان أيضا سؤال آخر لحضرتك أمريكا تعلم جيدا بحسب معنواتها الإستخبارية وحتى سياسيا أن إيران تمارس هذه الأساليب وتكسب فيها فعليا تحقيق مكاسب فيها لماذا إذن كانت سياسة أمريكا منذ ما بعد الثورة الخمينية إلى اليوم احتواء إيران ومحاولة إرضائها وليس المواجهة الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية حثت رعيها على عدم السفر إلى إيران والأمر يكون صعب عندما يكون هناك أعداد كبيرة ترغب في السفر إلى إيران وعندما يقتطفون فإن الأسر تطالب الإفراج عنهم والأسر لم تطلب من قاربهم عدم السفر إيران في المقام الأول فكل إدارة أمريكية سعت للتعامل مع إيران أو التصدي لها منذ عام 1979 لكن في غياب عمل مباشر ضد فيلق القدس أدى باستمرار الأنشطة من قبل الأفرع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والمجتمع الدولي يواجه هذا التهديد والرد يجب أن يكون دولين بقيادة الولايات المتحدة وهذا ما لم يحدث حتى الآن دكتور علي من ناحية إيران فعليا كان في محاولة إشعى أن إيران قوية إيران لديها الكثير من القدرات العسكرية أتحدث عن النظام الإيراني الآن وبدأنا نرى الأمور تتطور باتجاه آخر الآن بالفترة الماضية لسيما بعد العمليات الإسرائيلية داخل إيران اليوم فعليا هل ما زال يمكن الحديث عن قوة النظام الإيراني أم ضعف مواجهة النظام الإيراني؟ ريدتي على عكس الظالم النظام الإيراني يعتبر الملايات المتحدة نمر من ورق لأنه طول الـ 45 آم فعل النظام ما فعله ولم يتلقى ضربة من مولات المتحدة فقط بعد انتخاب الرئيس رونالد ريغان ريغان وجهت تهذيرا إلى إيران وشهدنا بعد ذلك فورا مهادثات الجزائر والإفراج عن الرهان قبل دخول رونالد ريغان البيت العبيض هكذا النظام الإيراني خائف وقلق إن كان هناك تحديدا جديا ولكن جميع الإدارات الأمريكية الجمهورية والجمهوريون السيد جورج بوش الأبن منهت منه إيران امتيازات واسعة لقاء أبور طائرات الأمريكية من سماع إيران للزرم الإراق وإفغان السنة ومع الأسف مساله الولايات المتحدة الأمريكية في تيلة هذا الوقت وبعض الدولة الأوروبية قائمة على أساس إبقاء النظام الإيراني النظام قتل سبيل إيرانيا في المدن في باريس، لندن، روما، الولايات المتحدة لنفترس إن دولة عربية ارتكبت هذا الجرائع ما كان مسير هذا الدول أنا أتذكر أتذكر وزيرة خارجية الأمريكية السيد كلينتون تنظر إلى ساعتها وتقول هل حسن مبارك لا يزال في الحك شوف يعني كيف تعاملوا مع إيران أيام الشاه ومن ثم مع أيام الخميني وخمين شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية دكتور علي نوريزادة شكرا لضيفنا من واشنطن الضابط سبق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول وشكرا لضيفنا من جبل لبنان أصحفي والمحلل السياسي سيمون أبو فاضل